في بلد ينهشه الصراع منذ خمس سنوات نظام الأسد يعيش حالة من الانكماش والتآكل هكذا يرى مراقبون النظام السوري بعد سنوات الاستنزاف والانشقاق التي تضرب هيكله العسكري ميليشيات محلية وأجنبية وأمراء حرب وقوات إيرانية وروسية تدخل مباشرة لإسناد عمليات قواته العسكرية أو ما بقي منها أو ميليشيات أشبه بمرتزقة تحارب بالنيابة عن قواته وبمراجعة قائمة الميليشيات التي تقاتل مع قوات الأسد يمكن معرفة حجم الفراغ العسكري الذي تعانيه تلك القوات فمن بين تلك المجموعات ثمت مجموعات صغيرة تابعة للأسد قادرة على القيام بالعمليات الهجومية خلال هذه الحرب حسب مراقبين سقور الصحراء والنمور العاملتان في حلب واللاذقية بشكل رئيسي قد تكونان أبرز التشكيلات المشرفة على عمليات نظام الأسد العسكرية فهما حسب مراقبين تجمعان تشكيلة من أمراء الحرب المحليين وفلول النظام وجماعات دعم خارجية في تحالفات وغرف عمليات مؤقتة قوات النمر بقيادة سهيل حسن تعتبر قوة الأكثر نخبوية لدى النظام حسب ناشطين ويقال أنه أحد مهندسي سياسة الأرض المحروقة التي تجسدها براميل النظام المتفجرة فيما تبقى الفرقة الرابعة حرس جمهوري التي يقودها شقيق الأسد ماهر مسؤولة إلى حد كبير عن حماية ما بقي من نظامه في دمشق ملوك الشيخ العربية